أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فدله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نذجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إخسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سلام عليكم ورحمة الله وبركاته telah hadir pertama di Indonesia Quran At-Tartil Quran ini sangat enak sekali karena menggunakan panduan bunyi bacaan dengan tanda warna insyaallah kita bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidahil mutajwid jadi gak usah mikir mana itu ikhfa mana itu ikhfa cukup dengan tanda warna udah bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidahil mutajwid nah yang kedua ada wakuf ibtidaknya jadi berhenti di mana memulai di mana dan juga مسحف ini menggunakan khut huruf tulisan yang tebal jadi enak banget untuk dilihat ya beda dengan Quran yang lain yang tulisannya itu mungkin tipis-tipis nah Quran At-Tartil ini tulisannya tebal banget jadi enak kalau untuk belajar membaca Al-Quran dan disini Quran At-Tartil banyak varian warnanya ada warna biru, merah, pink, hijau, hitam dan lain-lain dan lain-lain